اشتركوا في القناة هاي السنة بتحمل في طياتها مكاسب مالية جيدة لموليد الجوزاء لكن الاموال هاي اللي رح تيجي مصدرها اما شراكة او تعويض او تركة او قرض بيهتموا بصحتهم او بصحة احد احبائهم منهم بيركز على قضية ضريبية او امور الها علاقة باموال للدولة او اشياء مثل هيك القضية هاي بتكون لصالحهم لكن مش كل السنة رح يكون فيها ايجابيات يعني المشتري ما رح يعطيهم كل السنة ايجابيات في فترات رح تكون صعبة عليهم بتتركز المصاعب هاي برضو على نفس الاشي على الامور المالية المشتركة واللي بتأثروا فيها اكثر اشي اللي هم موليد من تسعة لغاية واحد وعشرين ستة عليهم تحمل المزيد من المسؤولية في ادارة امورهم المالية والحذر من اي شراكة مالية بقوموا فيها منهم بيجد صعوبة في الحصول على مال يعني مال البعود له من تعويض من تركة من شراكة عليهم تجنب الدخول في متاهة مؤسسات الضريب تدخل خصوصا اللي هم زي ما حكينا اللي هم موليد من تسعة لغاية واحد وعشرين ستة اما بالنسبة لما موليد من اثنين ستة لغاية واحد وثلاثين ستة اهدولا ممكن يصير معهم شيء بشكل مفاجئ جدا في امور الها علاقة مع مؤسسة كبيرة او مع شركة كبيرة خلال هذا العام بتتعزز قوة الحدث لاسية ما في مجال العمل وفي العلاقة مع المسؤولين خصوصا لموليد من سبعة لغاية عشر ستة خصوصا خلال فترة النصف الاول من السنة لكن في الفترة الواقع بين ثلاث وعشرين ستة وحتى تسعة وعشرين احداش بدهم يكونوا متأكدين من خطواتهم وما يتركوا خيالهم يشطح فيهم العالم وهمي اللي بيعاني من مشاكل عويصة ممكن ينجرف وراء مشاكل إلها أول ما إلها آخر بدهم يكونوا حذرين حذرين من الأمور اللي إلها علاقة بالمهدئات إلها علاقة بالكحوليات إلها علاقة بالسموم لأنه هاي الفترة رح تضغط عليهم بشكل كبير اللي هي من ثلاث وعشرين ستة لغاية تسعة وعشرين احداش أما المريخ اللي رح يكون متواجد بالحمل ورح يتراجع في الحمل ورح يتكون مدته طويلة مدة مقوته اللي هي من ثمانية وعشرين ستة حتى نهاية العام هذا التراجع رح يكون مدته من عشرة تسعة لغاية أربعة عشر وهنا في هاي الفترة تحديدا بدهم يتجنبوا مواجه مع الأصدقاء لأنه بتكون عصبيتهم زيادة بفهموا المواضيع بشكل مغلوط وبتكون العواقب وخيمة عليهم عشان هيك بدهم يكونوا حذرين بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة رح يتواجد عندكم في هذا العام مدة كويسة ولكن انه في خلال تواجده في الجوزاء رح يتراجع وفترة التراجع تاعته رح تكون بين 13-5 لغاية 25-6 خلال هاي الفترة لازم تكونوا أكثر دبلوماسية أثناء التعامل مع الآخرين لاسية مع أحبائكم ممكن تتوتر علاقتكم بهم لأتفال أسباب هاي الفترة سيئة بصورة عامة لأوراق المالية للبورصة لأي عملية تجميل يجب الحذر منها من صفقات مالية وعدم البدء بعلاقة غرامية جديدة وعدم الارتباط خطبي أو زفاف يجب المحافظة على السمعة والإنجازات القائمة بسبب التشتت الذهني خلال السنوات الماضية أنا كنت دائما أعمل أجندة رزنامة للتواريخ صحيح أن السنة هاي فيها كثير أحداث رح تكون ضاغطة ولو لاحظنا أنه ممكن هاي الأحداث تيجي بفترات كثيرة اللي هي بالفترات من بداية السنة إلى نهاية السنة لكن مش معنى هذا أنه ما في أشياء رح تكون إيجابية أو أشياء أنتوا تستفيدوا من خلالها أو حضوط تيجيكوا في فترة الضغط يعني الحياة مش كلها رخاء ومش كلها شد فعشان هيك بدكوا تعرفوا التواريخ الممتازة هاي أو التواريخ تستغلوها بإيش أو الأشهر هاي تستغلوها بإيش لازم تسجلوها تكتبوها عندكم لما تنكتب هاي وتيجي تحافظ عليها أنت وتحفظها وتراجعها كل شهر بتعرف أنت كل شهر لإيش ووين نقطة اللي أنت بدك تركز عليها عشان تستفيد منها وفي إيش وفي أي مجال وفي نفس اللحظة إيش اللي أنت بدك تحضر منه وإيمت بالضبط هل هذا الشهر مناسب أغامر فيه عاطفي مالي إلى العمل لإيش تحديدا فعشان هيك بفضل أنه هاي الرزنة ما تكتبوها عندكم التواريخ هاي وتحفظوها وكل شهر تتطلعوا عليها تشوفوا الشهر هذا مناسب لإيش وتركزوا عليه بشكل مباشر عشان تستفيدوا من كل الأشياء الإيجابية اللي موجودة فيها هسا خلال السنة هاي بنقسمها إحنا لمراحل الفترات العاطفية ومنقسمها إحنا للفترات الفترات العاطفية من 21 لغاية 19-2 ومن 3-4 لغاية 4-5 ومن 22-9 لغاية 23-10 ومن 28-10 لغاية 21-11 ومن 15-12 حتى نهاية العمل بالنسبة للفترات المالية الفترات اللي فيها مكاسب مالية أو ممكن تدخلوا فيها لأمور إلها علاقة بالمال وتستفيدوا من خلالها اللي هي الفترات اللي ما بين 28-5 لغاية 18-6 ومن 12-7 لغاية 5-8 ومن 7-8 لغاية 6-9 ومن 21-12 حتى نهاية العمل فترات العمل واللي هي الفترات اللي ممكن تستفيدوا فيها في مجالات العمل أو اللي بدء بمشروع أو اللي بيبحث عن عمل أو اللي بدء ينتقل من عمل أو اللي بدء يطلب زيادة راتب بالعمل أو بدء يترفع هاي الفترات اللي هي من بداية العام وحتى 17-2 من 16-3 لغاية 11-4 ومن 27-9 لغاية 13-10 ومن 21-11 لغاية 15-12 بالنسبة للفترات الصعبة خلال هذا العام اللي هي من 3-1 لغاية 26-2 ومن 29-4 لغاية 20-5 ومن 23-10 لغاية 21-11 وما تنسوا فترة تراجع فترة وجود المريخ في الحمل من 28-6 لغاية نهاية العام وفترة تراجع الزهرة عندكو في الجوزاء اللي هي من 13-5 ولغاية 25-6 إذا ركزتوا على التواريخ هاي مضبوط بالسنة هاي إن شاء الله رح تكون إيجابية بالنسبة لكم رح تحصدوا منها أشياء كبيرة رح تتجنبوا الفترات الصعبة وتتجاوزوها بشكل ممتاز يعني إحنا وظيفتنا إنه إحنا نحلل الخارطة الفلكية للعام كامل نكتب التواريخ المناسبة والتواريخ الغير مناسبة نحذر للإشي المش مناسب عشان نعرف إحنا كيف نتجنبه وندخل على الإشي المناسب ونعرف كيف إحنا نستفيد منه ما بنتنبأ إحنا نتوقع توقعات حسابات وعلم فقط لا غير والنتيجة الله أعلم فيها ممكن كل اللي أنا حكيته يصير وممكن ولا إشي من اللي أنا حكيته يصير عشان هيك إحنا منحكي والله أعلم هاي توقعات مش تنبؤات لا تنسونا من صالح الدعاء والعاموا أنتم بخير ويا رضا الله وارضا الوالدين نشوفكم على خير إن شاء الله